ما الفرق بين الحديث المقطوع والمتصل وهل يصح العمل بهما؟ حديث المقطوع هو الذي سقط من شنده راون في وسط الشند فأتفى هذا هو المقطوع الذي سقط منه راون في وسط الشند وقد يراد به أيضا المرسل والمعضل والمعلق كلها أسمى للانقطاع في الشند الحاصل أن المقطوع هو الذي لم يتصل شنده يعني شقط منه راون فأتفى وأما الهملوا به إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعملوا به إما وجوبا وإما سلابا وأما إذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعملوا به جزاكم الله خيرا